دعا رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير النائب أيمن عودة خلال لقاء له مع منظمات حقوق إنسان عالمية إلى التدخل الفوري للدفاع عن المجتمع العربي في البلاد الذي يواجه حملة تحريضية واسعة يشنها اليمين المتطرف بحماية من اليمين الحاكم في البلاد المنطرفين يتساعدون المنطرفين العربية في البلاد ومشاركة هذا المنطرف يتساعدون المنطرفين العربية لتساعدون القرآن في بيجانبها أسمع لكل المنطرفين المجتمع والمثال هناك الكثير منهم وأشار عودة في معرض حديثه إلى إدانة قتل المدنيين من الجانبين داعيا إلى إخراج المدنيين من دائرة الدم والرعب نحن فقط الذين يتساعدون كل مدنيين من نفسنا ومشارك الإسرائيل والقبوية 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 ومشاركتون من جميع المدنيين من الجانب والقبوية نقلنا هذا واتهم النائب أيمن عودة الحكومات المتعاقبة بالعمل على قتل عملية السلام مؤكدا في هذا السياق إلى الدور الهام الذي يلعبه المواطنون العرب دفاعا عن السلام هذا وعقب النائب عيم عودة لقناة مساواة بالقول إنه قررنا طرق أبواب المحافل الدولية والمنظمات الإنسانية لوقف الملاحقات التي يتعرض لها المواطنون العرب طبعا نحن نعيش ظروف استثنائية وهناك ملاحقات وهناك كم أفواه بشكل فضيع وأحيانا أقرب إلى حكم قرقوش بكل معنى الكلمة هذا يتطلب مننا أن نرد على مستوى البلاد بالأساس على مستوى البرلمان وأعتقد أن نوابنا جميعا يتصرفون بشكل كريم وحكيم في آن واحد ولكن أيضا هناك بعد آخر وهو البعد الدولي لهذا فنحن في قائمة الجبهة والعربية للتغيير قررنا أن نخاطب العالم أن نتحدث عن أمور تحدث هنا في بلادنا عن ملاحقات لا مبرر لها عن إخراج ناس من العمل عن كف أفواه عن اعتقال ناس أردنا أن نطلق هذه الصرخة وسنواصل طيلة الأيام القادمة